بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل سادة المشاهدين ويوم جديد وحلقة جديدة ونهاركم نهار جديد يا رب دايما نبتدي يومنا معاكم بكل أمل وكل تفاقل وكل خير ويقين في ربنا سبحانه وتعالى بأن اللي جاي أفضل بإذن الله أفضل طبعا بأفعالنا أفضل بصفة جميلة جدا ممكن نتصف بيها والحقيقة ما بيش أجمل ولا أحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى في الدنيا زي جبر الخواطر جبر الخواطر واحدة من الحاجات العظيمة جدا ليها سواب كمان كبير والحقيقة إنه جبر الخواطر هي كلمة جاية ومأخوذة من أسماء الله الحسنة الجبار ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكبر بخاطرنا بالرزق والمال بعد الفقر وضيق الحال ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكبر بخاطرنا بالصحة بعد المرض والتعب ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكبر بخاطرنا بالأمن والاتمقنان بعد الخوف والحزن وبيكبر بخاطرنا كمان بالنجاح والفلاح بعد الفشل وخيبة الأمل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما هو يمكن اللي بيقتدى بي يعني من جبر الخواطر وهذه الصفة العظيمة جدا وعشان كده لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحبوا إلى الله قال أنفعهم إلى الناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مصلم وعشان كده رسولنا الكريم كان دايما بين السجدين بيقول اللهم اخفر لي اللهم ارحمني اللهم اكبرني اللهم اهديني اللهم ارزقني قد ايه فعلا جبر الخواطر من أعظم وأجمل الصفات فيها سلامة القلب ويعني سلامة الصدر نظافة القلب فيها نبل الخلق فيها أصالة المعدن فيها يعني سمو النفس فيها صفات كثيرة جدا لكل من يقوم بجبر الخواطر فيش أجمل ولا أنبل ولا أقرأ من شخص ممكن يجبر بخاطر الناس هذه الصفة اللي مش محتاجة لمال ولا فلوس ولا مناصب ولا جاهة ممكن بالاعتذار تجبر خاطر الناس بالابتسامة بالسلام بمواسطة الناس في الحزن بتقديم واجب العذاق ليه يعني أهل المتوفي بكلمات التهنئة وقت الفرح بكلمات الزيارة لزيارة القريب أو زيارة الغريب حتى زيارة المريض التظاور بين الناس كلها أفعال بسيطة مش محتاجة أبدا فلوس ولا إمكانيات عشان نجبر بخاطر حد الحقيقة لما فكرت أتكلم معاكم عن جبر الخواطر وقديه هو ليه عظمة جبيرة جدا فكرت دايما نتكلم معاكم عن قصص قصص وقعية موجودة في حياتنا بنمر بيها وما فيش أجمل من قصة سمعتها عن العلامة طبعا دكتور مجدي يعقوب في طريقه كان في يوم الأيام رايح يعني زي ما نقول كده منحة مهمة جدا هتفرق في حياته مؤتمر لازم يحضره بشكل كبير بس على الحظ كان واقف في إشارة العربيات كلها طبعا فشايف شاب زي الورد قاعد على الرصيف حزين وفي قمة الغضب والحزن فما ترددش أبدا إنه ينزل ويشوف ماله لقى الشاب زي الورد ده كان بينقل رمل شكاير رمل لعمارة كاملة وصاحب الشكاير أو صاحب الحاجة لما جاه ديله أجره اداله أقلب كتير جدا من أجره ولما تكلم معاه قال له معلش هو ده وهو ده أخرج في العمل اللي قمت بيه فالرجل بقى حزين إنه ما خدش القيمة بتاعت أجره وإنه تعب وطول اليوم ما قدرش العذاب اللي قام بيه وإنه يطلع وينزل السلالة دي كلها فحين إن دكتور مجد يعقوب قال له أنا شايفك شكلك كمان بتدرس قال له أوه أنا فعلا بدرس في كله الطب ومع ذلك بحاول أن أنا أعمل العمل ده جنب كلتي عشان أصرف على نفسي دكتور مجد يعقوب فرح بيه جدا وأخده وقال له أنا هصرف عليك وأنا هتولى مهامك كلها لحد ما تتخرج وتبقى دكتور عظيم النهاردة هذا الشاب هو مساعد دكتور مجد يعقوب قدي إيه بجبر الخواطر بحاجة بسيطة ممكن تقدمها في نطاق شغلك في نطاق مهامك في حاجة تقدر تقدمها يعني عندك متاحة ليك بسهولة جدا ممكن تفرق مع شخص وتجبر بخطر وتخليه النهاردة بني آدم من شخص لشخص تاني كان ممكن الشخص ده يسيب تعليمه ويفقده ويحس أنه يغضب بقى على المجتمع ويغضب على حاله وعلى قدره لكن بكلمة دكتور مجد يعقوب ليه قدي إيه جبر بخطره حوله من شخص لشخص آخر خليه النهاردة علامة زيه وبقى مساعد ليه وبقى النهاردة ليه مركز وشأن كبير فخلينا نقول هنيئا لكل واحد بيكبر بخاطر الأشخاص أو الناس هنيئا لكل من منع عليهم ربنا سبحانه وتعالى بمعرفة قيمة وأجر وفضل جبر الخواطر هنيئا لمن كان ربنا سبحانه وتعالى بجانبهم وقت حاجتهم لمن يجبر بخاطرهم فخليني أختم معيكم أخيرا وليس أخيرا فمن يعني صار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر